هذا ويستعد الفريق القانوني لدولة الاحتلال للمسولي أمام محكمة العدل الدولية في جلستها الثانية في لاهاي للرد على اتهمات بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت جلستها لنظر دعاوة قدمتها جنوب إفريقيا تبتهمتها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة حيث اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام المحكمة بأنها دفعت أهالي غزة إلى حافة المجاعة وأن إسرائيل ارتكبت منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارا على قطاع غزة مشهدة إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمدوا على قرار محكمة العدل الدولية هذا ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة